اهلا بكم ما انهى المنتخب الوطني كافة الاستعدادات لمباراته الافتتاحية في بطولة كأس اسيا امام نظيره العراقية يوم غد اخرى التحضيرات نستعرضها في التقرير التالي تحقيق النقاط الثلاث ولا غيرها هذا ما يطمح اليه النشامة من مباراتهم مع المنتخب العراقي في افتتاح مشوارهم في بطولة كأس اسيا المقامة في استراليا حاليا ويلكنز اعد العدى لمواجهة اسود الرافدين التي سيحتضنها ملعب بريسبين ويسعى للفوز ولا غيره لتحقيق افضل بداية ممكنة في مجموعة تضم ايضا كل من اليابان وفلسطين عندما تريد التأهل في اي بطولة يكون دائما الوضع صعبا مهما كان الفريق وسنواجه العراق وفلسطين واليابان وهي مواجهات صعبة ولكن نملك مجموعة رائعة من اللاعبين حاولنا ان نجعل الجميع بحالة بدنية جيدة استعدادا للقاء العراق ولكن المشكلة الوحيدة بحارس المرمى عامر شفية والذي تعرض لاصابة في منطقة الكتف ويجب ان يأخذ وقته من الراحة وطالب الجمهير بالصبر على المنتخب فنحن الان باجواء مختلفة ويجب ان نعمل بجد واللاعبين سيقدمون كل ما لديهم وان شاء الله ان نحقق نتائج مميزة تشكيلة النشامة تبدو واضحة المعالم باستفناء مشاركة شفية التي لم يحسم امرها بعد حتى هذه اللحظة ويبدو ان ويلكنس سيدخل اللقاء باسماء ادميري وزهران وخطاب وانس بنياسين في خط الدفاع ومن المرجح ان يزوج بمحمد مصطفى واحمد الياس وخليل بنيعطية واحمد سريوة في الوسط وثناء الهجوم سيتكون من احمد هاي الوعدي الصيفي بناء على التشكيلة الاخيرة التي لعب بها المنتخب مباراته الودية امام البحرين طبعا بالبداية يعني للامانة يعني اشكر قناة رؤية واشكرك شخصيا اخ مويات على تواصلكم دائم معنا وايضا حرصكم على التواجد والبقاء على التصال مباشر حتى هنا في استراليا اذا بنا نحكي عن طبيعة الاستعدادات او التحضيرات اللي بدأت هنا في استراليا احنا يعني ما يقارب منذ 14 يوم احنا موجودين هنا في استراليا يعني في معوامل متقلبة تعرض لها المنتخب الوطني سواء من تقلب الجو الحرارة مرتفعة الرطوبة السفر حتى لملاقات الامارات في مدينة جولد كوست وايضا المغادرة الى مدينة بلارات لملاقات البحرين بشكل عام اعتقد ان قضينا فترة جيدة قياسا بالاجواء المحيطة الاجواء مثالية في معسكر النشامة وزيارة سمو الامير علي رئيس اتحاد الكرة لمكان اقامة المنتخب في الفندق وجلوس سموه مع اللاعبين رفع من معنويات الفريق وزاد من تفاؤلهم قبل لقاء العراق الذي يعتبر الاول في البطولة الاسيوية والفوز فيه سيزيد من فراصنا للعبور الى دور القادم والذهب بعيدا في هذا المحفل الاسيوي الكبير نبقى في اجواء بطولة كاسيا اسيا حيث وقم اليوم لقاء اثنان ضمن المجموعة الثالثة وفي اللقاء الاول حقق المنتخب الاماراتي فوزا عريضا على نظيره القطري وباربعة اهداف مقابل هدف واحد فيما تغلب المنتخب الايراني على البحرين بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ليتصدر المنتخب الاماراتي الترتيب بفارق الاهداف عن المنتخب الايراني قرر اتحاد كرة السلة تأجيل بعض المباريات في البطولات المحلية نظر للظروف الجوية السائدة المرافقة للعاصفة الثلجية هدى وتم تأجيل مباريتي يوم امس لبطولة تحت سن 15 عاما وسيتم تحديد موعدها لاحقا كما تم ايضا تأجيل مباريات اليوم وامس من بطولة الدور الممتاز ولم يحدد موعدها الجديد بعد ويأتي هذا التأجيل حرصا من اتحاد اللعبة على سلامة اللعبين والحكام والمدربين والمتابعين يشهد ملعب الكامبنو مساء هذه الليلة مواجهة قوية تجمع برشلونة صاحب الارض واتلاتيكو مدريد ويسعى برشلونة الى تحقيق الفوز وتعويض خساراته في الاسبوع الماضي للاقتراب اكثر من المتصدر ريال مدريد من جهته يدخل اتلاتيكو مدريد الى موصلة تألقه بعد فوزه في الديربي على ريال مدريد في بطولة كأس ملك اسبانيا بهدفين دون رد انهى صائق السعودي يزيد الراجح اليوم السابع من رالي دكار لعام 2015 والمقام حاليا في الارجنتين في المركز الثاني وبقي الصائق القطري ناصر العطية متصدرا لترتيب الجولة السابعة وقطع الراجح السباق بزمن قدره ثلاث ساعات وثلاثة وثلاثون دقيقة وثمانين وثلاثون ثانية متقدما على الارجنتيني اورلاندو بفارق دقيقتين وعشرين ثانية اشتركوا في القناة